مواصلة لزيارة التفتيشية والتفقدية إلى مختلف القوات والنواحي العسكرية وتزامنا مع انطلاق برنامج التحذير القتالي لسنة 2020-2021 قام اليوم السيد الفريق السعيد شنغريحا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات الجوية في البداية وبعد مرسم الاستقبال ورفقة اللواء محمود العربة قائد القوات الجوية وقف السيد الفريق وقفة ترحم على روح الشهيد البطل عمروش أيد حمودة الذي يحمل مقر قيادة القوات الجوية اسمه حيث وضع إكليلا من الظهور أمام المعلمي التذكري المخلدي له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح شهداء الأبرار بعد ذلك عقد السيد الفريق لقاء توجهيا مع الإطارات والمستخدمين حيث ألقى كلمة توجهية أكد فيها أنه على يقين تام بأن بلادنا وكما قبرت الاستعمار بالأمس وقهرت الإرهاب في الماضي القريب ستعرف كيف ترفع كافة التحديات المعترضة وتخرج منها أكثر قوة وأكثر منع وأود التذكير بهذه المناسبة التي تأتي قبل أيام قليلة من إجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور أن المصلحة العليا للوطن تطلبت منا في الجيش الوطني الشعبي من منطلق مهامنا الدستورية اتخاذ مواقف صادقة وثابتة تجاه الوطن والشعب لكوننا نعتبر أمن واستقرار هذا الوطن ووحدة شعبه وسيادته أمانة مقدسة في أعناقنا لأنه تحرر من دنس المستعمر الغاشم بفضل التضحيات الجسام لأبائنا وأجدادنا الذين قدموا على مر العصور والأزمان قوافل من الشهداء عربوناً لانعتاق من أغلال العبودية فالجزائر أرض المقاومات والشهادات تعرفوا جيداً قدر السيادة الوطنية وقيم الاستقلال وثمن الأمن والاستقرار لأنها تجرعت بالأمس مرارة لاستبداد الاستعمار الغاشم والظالم وعانت من ويلات الإرهاب الهمجي الدموي الذي لا يقل بشاعةً وحقدًا وخطرًا عن الاستعمار لهذا فإننا على يقين تام أنه وكما قبرت الاستعمار بالأمس وقهرت الإرهاب في الماضي القريب ستعرف بلادنا كيف ترفع كافة التحديات المعترضة وتخرج منها أكثر قوة وأكثر مناعة وستكون كما كانت دائماً عصية على أعدائها بالأمس واليوم وغداً وستعرف كيف تحفظ استقلالها وسيادتها الوطنية